اربعون عاما مرت على حادثة اقتحام الحرم المكي الحادثة التي زلزلت العالم الاسلامي باسره فبعد ابرها والقرامطة والحجاج خلد التاريخ اسم جهيمان رابعا في قائمة المنتهكين لحرمة بيت الله الحرام اقتحم جهيمان ومؤيدوه المسجد الحرام بالكامل وبداخله مئات المصلين اذ استمر الاستيلاء الاسبوعين متتاليين دون رحمة للابرياء او احترام للدين وشعائره تلك العملية جاءت وفق منهج ديني متشدد يرمي الى زرع بذرة النهج الايراني المتطرف الذي يحاول السيطرة على الارض وبث الطائفية المتشددة بين عموم المسلمين في المنطقة حادثة جهيمان الشهيرة تعد احدى بنات افكار ثورة الخميني منذ نشأتها في عام 1979 من احداث الدمار والعبث بمساعدة من يسهل استغلاله من ضعاف الفكر والدين جهيمان كان احد الدماء التي حركتها اياد الملالي في تلك الحقبة نتيجة النهج المتطرف الذي يدعو الى قلب الموازين في اي دولة الا ان مشروعها تحطم على يد حكومة المملكة المملكة كانت ولا زالت بالمرصاد منذ ذلك العام وحتى اللحظة في محاربة قديمة ومستمرة لذلك النهج الديني التشددي الذي ادى الى سفك الدماء وتدمير عقول الاجيال وقطعت بذلك كل امل لمن تسول له نفسه المساس بامن الوطن ومقدساته والشواهد على ذلك كثيرة وحاضرة بشهادة دول ومنظمات عدة اثنت على دور المملكة في القضاء على آفة الارهاب سلطان عجيان الاخبارية ترجمة نانسي قنقر